اشتركوا في القناة جرى خلاله استعراض سير العمل والمهام في الديوان ووزارة شؤون مجلس الوزراء وما يتم إدارته ومتابعته تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وخلال الاجتماع أشاد سيد محمد بن إبراهيم المطوع ومعالي الشيخ حسام بن عيسى الخليفة بكفاءتهم واقتدارهم وما يمتلكونه من طاقات شبابية وخبرات مؤكدين أن ثقة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في اختيارهم لهذه المناصب ستسهم في تطوير العمل في ديوان سموه ووزارة شؤون مجلس الوزراء وأكد التزام وحرص الجميع على تنفيذ التوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في كل ما يهدف إلى الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وتطويرها خدمة للوطن والمواطنين في مختلف المجالات وأعرض عن خالص تمنياتهم لمعالي شيخ محمد بن راشد الخليفة وسمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة بالنجاح في أداء مهمهم الجديدة بما يواكب تطلعات جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى يده الله ورعاه والحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ترجمة نانسي قنقر